في وسط فرح العمدة اللي كان عامله عم فتاح السيسي بزوء البلدي السخيف ده في كلية الحربية في مصر الجديدة بدل الحقيقة المشكلة اللي ما قالهاش هو لطلبة الكلية الحربية بدل التصريحات المستهلكة بتاعته دي أو على رأي حد قال لي صاحبي ده شكله زي العالم بلمكور في مبارات التينس ما قالش ان الحليف اللي كان بيساعده خلع ده اللي ما قالوش لطلبة كلية الحربية السؤال هو هل خزلت الامارات مصر في قليل سد النهضة ده الخليج جريد وبيكلم قال دبلوماسي مصري في وزارة الخارجية ان الحكومة المصرية كانت تتوقع من الامارات بصفتها العدو العربي في مجلس الامن الدولي قدرا اكبر من التضامن مع موقف القاهرة في قليل سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا وتسر على اكماله من دون النظر للمخاطر التي قد تتعرض لها مصر بسببه واضاف المسؤول في احدى البعثات المصرية في الدول العربية والذي تحفز على نشط اسمه انه كان مطلوبا من الامارات اظهار القدر المناسب من التضامن مع موقفنا واوضح ان نص البيان الصادر عن بعثة الامارات في الامم المتحدة يحمل ضمنيا معاني تؤكد ان مجلس الامن ليس ذا اختصاص في تناول الامر وان الاتحاد الافريقي هو المحفل المناسب الذي في اطاره يجب ان يستمر التفاوض من دون ادراك ان اثيوبيا ماضية في مخاططتها للملء الثالث من دون موقف حاسم من المجتمع الدولي يمكن ان يدفع حتى الى اخذه في الحسبان ما قالش هو للطلبة بتعكلية الحربية ان الحليف بيعه بس ده هو المتوقع اذا كانت الامارات نفسها هي اللي هندسة اتفاق سد النهضة وهي اللي خلت السيسي يوقع عليه وهي اللي بعتت محمد دحلان لأسيوبيا يزبط قبل كل حاجة ورجعت الحياة تاني للساد بعد ما كان توقف العمل فيه ايوة انا بقولك محمد دحلان هو اللي راح زبط الحكاية اتفرج واعرف ازاي واحدة من اخطر قضايا البلد ازاي السيسي ضيعها لما سمع كلام الامارات ومش وراهم اتفرج على النشرته النيوز بيك بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية المبادئ اللي وقعت في ابريل او مارس يعني هي وقعت في مارس 2015 في ابريل 2015 النيوز بيك نشرت الكلام ده اهو قيادي فلسطيني في المنفى يبحث مع حلفاء اقليميين في وساطة او في وساطة صفقة سد على النيل مين بقى القيادة ادي صورته محمد دحلان يعني اللي احنا ما كناش نعرفه واللي ازاعته النيوز بيك بعد شهر من التوقيع الاتفاقية ان الامارات بعتت محمد دحلان يهندس الليلة كلها قبل السيسي ما يروح ويمني وجاء الاتفاق تتويجا لعام من المفاوضات والاجتماعات في ابو ظبي وأديسة بابا وفي مصر وكشفت المصادر ان دحلان الذي اطرد من حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن عام عشر بتهمة الفساد والتشهير كان في قلب المفاوضات تمت دعوته للتوسط في المحادثات من قبل الزعيم الاثيوبي هايلي مريم ديسالين بناء على طلب السيسي وقال مصدر مقرب من دحلان تحدث شريطة عدم الكشف عن هوياته لمجلة النيوزويك تلقينا دعوة من رئيس وزراء أسيوبيا وكنا حريصين عن مساعدة وأضاف المصدر وضعنا أساس الاتفاق بناء على طلب السيسي أيضا الإمارات بتلعب من 2011 عشان كده طار الرئيس مرسي وانتوا قعدتوا تهللوا وتقولك ايوة ده مرسي بقى وده ريحت وحشة ده مش عارف ايه واتغسل دماغكم في غسالة سخيفة هو بيتلعب عليكم عشان قناة السويس وسد النهضة وعشان حاجات كتير جدا ومن ساعتها تحذيرات كتير من الاتفاق ده لأنه رجع الحياة للسد أعطوا شهادة ميلاد للسد في ابريل 2014 قراره دولي بوقف تمويل سد النهضة الأسيوبي ده في العربية موقع العربية يعني سد النهضة كان وقف مع تعسر المفاوضات هل منح السيسي قبلة الحياة لسد النهضة كمان اتفاق المبادئ ده اللي مضى السيسي حرم مصر من حقوقها التاريخية وحتى حقوقها المكتسبة وبقى هو ده المستدد الحديث الوحيد اللي أسيوبيا بتعمل به كل حاجة دلوقتي العدو المستقيل من اللجنة الدولية للسد انتفاق المبادئ لا يمنح مصر نقطة مية واحدة السبت 12 12 2015 لكن هل الامارات بالفعل أصلا كانت وسيط يؤتمن عليه في قريط السد وهل لها استثمارات قد كده في السد نشوف كده الشقيقة الكبرى وحدها هل تخلى الحلفاء عن مصر في أزمة سد النهضة ده في 25 يناير 2021 في قناة الحرة الأمريكية اللي صرفت على اللي ادت ملايين ليبرميز وحينها أعلن ولي عهد أبو ظبي حزمة دعم قدرها 3 مليارات دولار تتألف من مليار دولار وديعة في البنك المركزي الأسيوبي وتعهد بـ 2 مليار دولار في هيئة السمارات وبسبب عدم رغبة أديسة بابا في الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد كما تقول مصر والسودان خفرت الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات الأسيوبيا في استمبر الماضي بينما ظلت دور الإماراتي والداعم كما هو وتزمنت وديعة الإمارات في 2018 مع عرض السعودية بتزويد البلاد بالوقود لمدة عام مع تأجيل الدفع لمدة 12 شهر الأمر الذي ساعد في تجفيف أو تخفيف أزمة نقد الأجنبي بسببت نقص في الأدوية وتباطئ في التصنيع بحسب مسؤولين أسيوبيين يعني كده الإمارات والسعودية وسبق العرض السعودي زيارة المستشار في الديوان الملكي حينها أحمد الخطيم الذي أصبح وزير السياحة في 2020 سد النهضة في ديسمبر 2016 الأمر الذي أثار غضب المصرية وفي ديسمبر 2019 قالت أسيوبيا أنها ستحصل على قردين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل يعني السعودية ده في قناة الحرة الكلام ده ده دي قناة الحرة الأمريكية مش موقع تابع لإخوان المسلمين ولا تابع للليبراليين ده موقع تابع لقناة الحرة رسمي السعودية والإمارات وقفين جنب الأسيوبيا والعنوان الشقيقة الكبرى وحدها للأسف الإمارات لعبة لعبة كبيرة قوي على مصر للأسف السيسي لعب لعبة كبيرة على مصر للأسف السيسي تحالف مع الإمارات والسعودية ضد مصالح المصريين ومصر تورطت وإحنا كشعب بندفع التمن عشان مصالح السيسي مع أبو ظبي ومصالح السيسي مع الرياض ترجمة نانسي قنقر